مقاومات تنموية ومشروعات خدمية كبيرة تمتلكها قرية فارس شمال غرب أسوان تؤهلها لتكون أول نموذج للقرية الذكية الخضراء المستدامة في مصر ما أولته القيادة السياسية لمشاريع حياة كريمة في القرية متمثلة في البنية التحتية من صرف الصحي ومياه ومجمع زراعي وعمرات سكنية ومجمع خدمي وصرف صحي وري قرية فارس اختيارها قرية مستدامة خضراء من بين 1500 قرية وكانت من بين المشروعات حياة كريمة التي أقامها فخامة السيد الرئيس الجمهورية ونشكر السيد الرئيس الجمهورية على المبادرة الطيبة حياة كريمة المشروعات التلموية الجاري تنفيذها في قرية فارس يتم متابعتها للتأكد من تطابقها مع المعايير الخضراء التي وضعها المجلس الدولي للمباني الخضراء مشاريع جميلة جدا وخصوصا تبقين الترع ده كان مفيد جدا بالنسبة لزراعة وكنا نعاني من قلة المياه في نهاية الترع والتبقين ده عمل شغل يعني حلو قوي وصل المياه لنهاية الترع الآخر الترع كتما ما فيش مياه خالص فيه زراعة نخيل وونجا ودوم وكله وإرادة ودرجة تشدير عامة على جميع القرات تتخدر لامون وزيتون وشدر ظل ومنجا ونخيل ومن خلال المتابعات فإن مشروع حياة كريمة يشير إلى أن إجمالية المشروعات المنفذة والجال تنفيذها بقرية فارس يبلغ واحدا وثلاثين مشروعا بتكلفة وصلت إلى ستمائة وخمسين مليون جنيه منها خمسة وعشرون مشروعا جال تنفيذه بتكلفة إجمالية قدرها يصل إلى خمسمائة وثمانية وثمانين مليون جنيه وهناك ستة مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة تصل إلى اثنين وستين مليون جنيه فيها المشاريع الصرف الصحي ومشروع الغاز الطبيعي ومشروع الكهرباء وإن شاء الله دائما في السباقين ومشروع الكهرباء طبعا إن شاء الله والطاقة الشمسية طبعا إن شاء الله دائما في المستقبل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا قرية فارس بتعتمد اعتماد كل على الزراعة وخاصة النخيل والدوم تضم قرية فارس عددا من المحطات لإنتاج الطاقة الشمسية إضافة لعدد من المشروعات الزراعية الاستثمارية ومساحات كبيرة مزروعة بأشجار المانجو ونخيل البلح وغيرها وهناك المحاصيل الموسمية التي تتم زراعتها باستخدام أساليب الرئي الحديثة لترشيد استهلاك المياه تواصل حياة كريمة جهودها في قرية فارس لتعيد الابتسامة على شفاه طلاب المرحل المختلفة بإعادة إنشاء العديد من المدارس بالقرية ترجمة نانسي قنقر